اعلن معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النايب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الاسيوي وذلك في الانتخابات التي ستجري في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر في السادس من شهر ابريل 2019 ميلادية في العاصمة الماليزية كولا لنبور جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي عقد في العاصمة الاسبكية طشقند برئاسة معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الذي اكد عزمه مواصلة خدمة مسيرة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وتعزيز مكتسباته المتمثلة في تأصيل قيم الوحدة والتضامن في منظومة الكرة الاسيوية وتعزيز اسهامات الاتحاد القاري في الارتقاء ببنية اللعبة في مختلف بلدان القارة الاسيوية